ولما بعمل حاجة حلوة والكل بينبسط منها ببقى متحمسة جدا ان انا عملها معاكم علشان كده هعمل معاكم النهاردة التشوروز الاسباني وهي من اجمل واسهل الحلويات اللي ممكن تجربوها مش علشان طعمها حلوة بس لأ عشان اول ما بتاكلوها بتحسوا ان انتو مش عارفين توصفوا ايه ولا ايه توصفوا الارماشة الجميلة اللي برا ولا طبقة السكر بالقرفة ولا الطعم اللي بيدوب حاجات كتيرة كده بتبقى عايزين توصفوها في وقت واحد وكمان رحتو بتخلي اولادنا ما بقدروش يستنوا وقت طويل علشان يكلوه لأ عايزين يكلوه على طول ففعلا من اجمل واسهل الحلويات اللي ممكن تجربوها علشان كده هعمل معاكم النهاردة التشوروز الاسباني بكل الاسرار والتفاصيل بس قبل ما نبدأ وصفة النهاردة لو اول مرة تشوفوني انا اسمي راشا وياريت تشتركوا في قناتي على اليوتيوب ولايك وشير علشان الكل يستفيد ويلا بسرعة نشوف ايه هي مكونات التشوروز الاسباني وطريقة التحذير وهي دي كل المكونات اللي هنحتاجها لعشان نعمل وصفة النهاردة وفي الحقيقة مكوناتها سهلة جدا واعتقد موجودة في كل مئة اول حاجة هنحتاج كباية ومعلقة صغيرة من الدقيق الابيض متعدد الاستخدامات هكتب لكم طبعا كل المقدير بالزبط تحت بالجرام في صندوق الوصف دقيق مع لهوش اي اضافات وكمان هنحتاج معلقتين كبار من السكر الابيض ناعم الحبيبات لازم السكر يكون ابيض وناعم الحبيبات وست معالق كبار من الزبدة مش لازم تكون زبدة بدرجة حرارة الجو اهم حاجة يكونوا ست معالق وثلاث بيضات يكونوا بدرجة حرارة الجو البيض مهم جدا لازم يكون بدرجة حرارة الجو وبيض يعني فانيليا بس لازم كمان يكون الفانيليا سيلة علشان نسبة البيض عالية وضغطي على اي رحة زفرة ولا غنى عن الخل الأبيض وكمان هنحتاج كباية من الميا ميا عادية من الحنفية طيب بالنسبة بقى لطريقة التحضير فهي سهلة جدا فحلة تيفضل يكون الحلة تكون كبيرة شوية حطيت فيها الميا والسكر والزبدة وأول ما يبدأوا يجلوا بالمنظر ده هنهدي النار لدرجة حرارة أقل من الوصف بحاجة بسيطة وبعدين هنضيف الدين الخطوة دي مهمة جدا اوعى تستهونوا بيها أنا بفضل أقلب بالسباتيلا الدقيق مع المكونات السهلة اللي احنا حضرناها ونقلبهم قويس جدا جدا لمدة 3 دقيق على الأقل لحد ما العجينة بتاعتي تبقى نعمة بالمنظر ده وما يكونش فيه أي تكتلات من الدقيق الخطوة دي مهمة جدا خلي بالكم مفيش أي مادة رفعة فمهم جدا ان احنا نخلي بالنا من التفاصيل علشان ينجح معنا ويبقى طعمه أحلى من المحلات اللي احنا نشتريها من برا وبعد ما خلاص اتأكدت ان كل المكونات انتمجت مع بعض وبقت بالمنظر الجميل ده سبتها لمدة حوالي 10 دقائق عشان انا محتاجة العجينة بتاعتي تبقى بردة أو دافية يعني بس اوعوا تحطوا البيض وهي سخنة خلي بالكم الكل حاجة هببوز لازم العجينة تبقى دافية وبعدين نبدأ نضيف البيض واحدة واحدة وطبعا ممكن تستخدموا المضرب الكهربائي او ممكن المضرب العادي اليدوي بس هياخد وقت اطول شوي وبعد ما نضيفنا البيض واحدة واحدة هنحس ان العجينة بتاعتنا مش متمسكة بس ده عادي اول مجرد ما نضيف اللي 3 بيضات بتاعنا العجينة هتلم ويبقى منظرة تمام جدا اخذ بيضة بنضيفها من 3 بيضات هنضيف معلقة كبيرة من الفانيليا السيلة يفضل الفانيليا السيلة عشان ما نحسش بأي طعم للبيض وطبعا معلقة صغيرة جدا من الخل الخل برضو بيساعد ان العجينة بتاعتنا تبقى فلافي جدا هشة جدا وكمان بيضيع اي ريح الزفارة وبس يبقى كده العجينة بتاعتنا الجاهزة اما بالنسبة لطريقة التشكيل فانا استخدمت البيبنج ده طحفة في طريقة التشكيل لانه هو ده اللي بيبقى مناسب بس ممكن تستخدموا النوع الاصغر شوي بس انا بصراحة حبيت الامع ده قوي لانه بيفكرني بلح الشام فان شاء الله قريب هعملكوا وصفة البلح الشام يعني فرصة بقى لسه جديد ولسه هستخدموا في حاجات كتيرة جدا ان شاء الله بس وبعد ما حطيت العجينة بتاعتنا خلي بالكوا سمك العجينة وسط ولا هي تخينة ولا هي سيلة طيب بالنسبة بقى لطريقة التسوية مهمة جدا ولازم تبقى عارفين ازاي التسوية المزبوطة الزيت يفضل يكون زيت غزير لا هو مش يفضل هو لازم زيت غزير عشان كده دايما بنصحكم ان انتو تقلوا في حلة بلاش توصب طيب تعرفوا منيه ان درجة حرارة الزيت مناسبة اول حاجة بتجربوا في واحدة بس تجربوا في واحدة بس واول ما تلاقوا الفقاقية اعتدت كده في التشيروس بتاعنا خلاص تبقى تعرفوا كده ان درجة حرارة الزيت مناسبة هتبدأوا تنزلوا بقية الكمية ويفضل ما تحطوش كمية كبيرة لاني التشيروس بينفش يعني حجمه بيتضاعف فخلي بالكم النقطة دي عشان ما تحطوش كمية كبيرة وتنزلوا درجة حرارة الزيت وفي الوقت ده ساعتها حجمه مش هيتضاعف فتجنبوا الموضوع ده وما تحطوش كمية كبيرة في المرة الواحدة عادي ممكن نقليه على 3-4 مرات حسب الكمية بتاعتكو بس اهم حاجة ادوها مساحة ان هي تتحمر كويس بالنسبة لدرجة التحمير لازم توصل للون الدهبي الغامق شوية ده واول ما نخلص لازم نحطها في مصفة علشان اي زيت زيادة نتخلص منه بسرعة وبالنسبة لتاني مرة في التحمير لازم نقلل درجة حرارة الزيت لدرجة كمان علشان ما يبقاش الفقعات اللي احنا شايفينها دي تبقى كتيرة جدا وده هيساعد ان الاتشيروس بتاعنا ما يستويش فاحنا عايزين الدرجة الحرارة تبقى وسط علشان يستوي كويس جدا من بره ومن جوه كمان وياخد اللون الدهبي الجميل ويبقى مقرمش فكل الخطوات دي مهمة جدا وخلي بالكم منها لحد ما الاتشيروس بتاعنا يستوي هنكون محضرين الكوتنج اللي بره او الهلاف اللي احنا هنعمله من بره كده يديله الطعم الجميل بتاعنا وهو ده الاساسي في الاتشيروس الاسباني بنجيب نص كباية من السكر الابيض ناعم الحبيبات وعليه معلقة كبيرة من الارفة وهو دافي مهم جدا انه هو يكون دافي ما يفعش يكون سخنة اوي وما يفعش يكون بارد علشان السكر والارفة يلزقوا فيه هنبدأ بعد كده نزينه ممكن نعمل سوس تشوكليت سوس كاراميل اي سوس انتو بتحبوه وفي المرحلة دي انا متأكدة هتلاقي اولادكو حواليكو مستانيين تخلصوا الكوتنج ده علشان يدوقوا منه انا مش عايز اقول لكو ان التشيروس ده من الحاجات اللي فعلا تحفة هينبسطوا بيه جدا اولادكو بيتباع في المحلات جالي جدا بس انتو بالكمية القليلة دي الكبات دي الواحدة هتعملوا كمية كبيرة جدا وهتبسطوا بيها عيلتكو صدقوني وبس كده خلاص خلصت وصفة النهاردة اتمنى وصفة النهاردة تكون عجبتكو وتكونوا عرفت كل الاسرار والتفاصيل علشان تعملوا اجمل التشيروس من ايديكو وياريت لو عجبتكم وصفة النهاردة تضسوا لايك ولو اول مرة تشوفوني انزلوا بسرعة تحت اشتركوا علشان يوصلكم كل جديد واشوفكم قريب جدا على خير ان شاء الله باي باي